القراءة يعني أنا شاية للبعض يعني كتير ظاهرة عندي منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهرة عندي منفصلين أنت في توضع انفصال يا برج السرطان أنت بتفكر في الشريك جداً بتفكر في كل حاجة حصلت بينكم ممكن كمين تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الأكتر يتفكر في ذكرياته أو حاجات جميلة حصلت بينكم الانفصل دا حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشابات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف الثاني أو الطرف الثاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني كلام حاد بمعنى أصحة فيه غضب فيه كلام حاد فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم على الكلام اللي تقال أو على الكلام اللي انت سمعته أو اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وفيه ندم كبير فيه زعل فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه فيه زعل على ذكريات آآ انت والصرف الثاني آآ يعني دلتوا قوي على اللي حصل أو على الكلام والأرسول بعض دلل بعض منك طبعاً بس أنا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي آآ بعضكم يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية أو فيه أطراف تانية تدخلت في العلاقة آآ أنا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية آآ الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح عشان أكون طريحة معكم مش طرف الثالث عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف ثالث ممكن يكون الأهل ممكن يكون الأهل تدخلوا آآ ممكن يكون كمان لبعضكم آآ حصل نقل كلام ليك أو للشريك الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط يعني حصل آآ آآ يعني فيه أمور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله حصل رحيل فيه حد منكم طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصود ولا رايح لحاجة تانية ولا أي حاجة من الحاجات دي لحد ما ماشي من العلاقة سواء انت أو الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير ندمان على حب على عطاء على عشرة عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال أو الطاقة اللي مصحة قدامي حاليا هي أنا شايتها فيها انفصال شايتها لحد ده النسير فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره عايز يعني يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شركة بتتعامل مع بورد أسد عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تبدي وش يعني عايز تبدي وش تاني خالص وتدين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الصرف التاني بحالة غموج عندك لكن لو حد بيسأل على رجوع او في رجوع في رجوع في حب متبادل انت توقع مروح هتحصل يعني هيحصل ثواصل تاني في الفترة اللي جاية هيحصل رجوع بشكل أفضل من الأول بكتير يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السرطون احسن كرت في العلاقات العصاصية اللي هو التينوف تينوف 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 كانت دعراقة نكحة ومستقرة فيها بتسيب ماضي سيء وشاق جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا انت بعضكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة اا ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او اا انك تغير من اا من طباعك او انت بتفكر كمية ممكن يكون بعضكو اا فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة اا وحبي في غير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة كون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكونك بيت اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا اا اا يعني هتعد في التنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هامل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه العلاقة بعد كده انت هتكون اا رد الفعل يعني انت مش تتمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك اا ده تفكير صح اا لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية اا بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو اا في حد اا فيكو مسافر او عايز يسافر اا سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي اا لصفر اا ومشي الصفر ممكن صفر ده العمل او دراسة اا بعضكم كمان اا اا في حاجات اا زي ما قلت انت بتدور جوا نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي اا هو عمل ايه اا ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد اا لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي اا شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل اا ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي اا لكن الاكيد عندي في علاقة حب اا كارتين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من الماضي اا في زواج اا في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات اا اا طعبة كتير حصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكم اا يعني الشمس هتشرك على العلاقة دي من ثاني اللي على قد ما القراءة دي اا فيها كروت اا زعل وحزن والتقاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الطارق موجودة في القراءة دي فانت هو اللي هيجيلك بعرض ان شاء الله الصرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها لقى من الماضي فيها رجوع بالنسبة للعذب يعني انت ممكن تكون عندك انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني فيه شخص معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره الشخص ده فيه بينكم ارتباط قريب ان شاء الله يحفن خطوبه وكمان الشخص ده بيحبك فيه خطوبه وفيه ارتباط وفيه زواج بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من السفولة ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العذبين مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب في الفترة اللي جاية ان شاء الله هيحصل ارتباط فيه زواج العلاقة فيه ترسيم علاقة فيه خطوبة للبعض من كل الاضبط للمنفسيين بواجهة عن القراءة هنا عامة لكن في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعازبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او فيه حبة او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفسيين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا بواجهة عامة فيه رجوع فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتتفر لحد يا برج السرطان فيه رجوع الاشخاص من الماضي في حياتك واللي عازبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص انتو كنت تعرفه بعض قبل كده من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفسي محيطك يعني في الحي سياك جارك كده شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دائما انت بتحبه دي من ناحية الفراءة العاطفية النسيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان برج السرطان انت بعضكو انا شايفك صعبان جدا ما بتنمش بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع سعب ارهاب انا شايفها صاقة لبعضكو انت كتير بتفسر في حد من الماضي نسيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالف في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضوكو عندو الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما ما تفكرش في كل اللي حصل زي ما شفت في الطاقة هنا تقولها مأخض عليها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي صعبك او او ما خليكا اان يعني مش عارف تنام اا اا ممكن كمان تكون العلاقة الثلاثية اللي انا شفتها اها اا لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله اا فيها استقرار. اه شوية هتحس ان في حاجة نقصفك. لكن استقرار نقدر نقول عليه كويس. كويس لحد المية. لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية. بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة. استشير حد يكون اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون حد بتصف فيه او اي حاجة من الحاجات دي. المهم انت محتاج انك تسمع لحد اه يكون عنده حكمة. عنده حكمة وعنده عقل. مش تتكلم مع اي حد. عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف. اه محتار بين حاجتين. ومش قادر يستار ومش قادر يقرر. اه فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير. اسأل حد يكون عنده حكمة. يكون عنده اه اه يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور. اه حد يكون من العيلة كمان. اه ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا. يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى. انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا. هو هينور بصرتك. اللي انت مش قادر تشوف بها دي. ربنا هينور بصرتك ان شاء الله. وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي. اه الكراء انتهت اه نوعا ما ايجابية. اه بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما تنتوش الاشتراك في القناة وتفعيل الضرب. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. شكرا للمتابعة برج الصرافق.